أشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بالفوز الجديد الذي حققه فريق باريس افسي بشعار فيكتوريوس البحرين في الدوري الفرنسي اليكرة القدم لأندية الدرجة الثانية على حساب فريق شاتورو بهدفين مقابل هدف في الأسبوع الثامن من الدوري وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن سعادته بمواصلة الفريق صدارة الترتيب العام بعد ختام ثمان جولات من الدوري مبينا سموه أن الحفاظ على القمة يحتاج إلى المزيد من الجهد والمثابرة من أجل تحقيق الهدف المنشود الذي وضعته إدارة النادي وأشار سموه لأن مستوى الفريق يتصاعد للأفضل من مباراة إلى أخرى وهو نتيجة الجهود البارزة التي يبدلها الجهاز الفني للفريق والدعم اللامحدود الذي تقدمه إدارة النادي للفريق مؤكدا سموه أن الفترة القادمة ستكون أكثر أهمية ولا بد أن يواصل الفريق تحقيق المستويات المميزة لمواصلة حصد النقاط